يا سيدي الزملاء في البرنامج قالك اللي قدلنا مبارح مش كفاية خلينا ناخد نظرة تانية طالما جبنا سيرة سينة سينة مساحتها قد ايه ستين الف كيلو متر مربع حلو سينة الكبيرة دي فيها مليون واربعة من عشرة نسمة كويس يا بوها زي ما قالك هنا سينة اكبر من الامارات واكبر من قطر واكبر من موريشوس واكبر من سنغافورة ماشي ادي دي ايه يعني دول سليم كده وعندها نسبة سكان زي وعندنا في سينة خمس جامعات جامعة سويس لها فرق شمال وجنوب يعني جاي من قناة سويس وجامعة العريش فيها شمال وجنوب وجامعة برلين التقنية خاصة وجامعة سينة خاصة ووحدة تحت الانشاء اسمها جامعة ايه الملك سلمان ابن عباسي مش عارف هتتم ولا مش هتتم التفاكر قالك الملك عبدالله ابن ابن عبازيز وعند رجالك سلمان وانش ظهر في شكلها هتبقى ايه اه جامعة الملك محمد ابن سلمان وخالد ابن محمد ابن سلمان وهنعيش الليلة دي زملائي قالوا لأ طب ما نعمل حاجة تانية كويس دي طبعا جامعة اه المبنى هو ما شاء الله الصور معمود الحمد لله تمام زي الفلت خش يا ابن من الباب ده واطلع من الباب التاني هي ليه ما بين زي ما انتشايفت دي جامعة سيناء اللي بتاعت مين الحاجة حاسر راتب اللي عامل قناة المحور اللي فيها محمد الباز اللي بيهاجبنا للنقر باختصار يعني عشان دي بعارف بتاع عامل الدولة يعني طبعين زملائي قالوا طب ما نجيب دول قدم ساحة سيناء او رهيبة منها كويس يا استاذي ونشوف الحكاية دي ايه فراحوا اختاروا دولة سويسرا عارف سويسرا كم كيلو واحد واربعين كيلو الف كيلو متر مربع يعني تلتين مساحة ايه سيناء هل واخدوا دولة زي الدنمارك تلاتة واربعين وتسعة من عشرة الف كيلو متر يعني اقرب الايه خمسة وسبعين في المية من اا مساحة سيناء وراحوا على بلجيكا اللي هي تلاتين الف كيلو ايه بلجيكا صفرنا انا دي اللي هي نص مساحة سيناء وقاموا معديين على هولندا اللي هي واحد واربعين الف كيلو ونص متر مربع اللي هي ايه تلتين مساحة مين سيناء طب ياولاد احنا عندنا في سيناء مليون واربع من عشرة وخمس جامعات اربعة شغلين وواحدة ااا تحت الانشاء ربنا يعجل بيها طب محمد بن سلمان عملهاش ليه? ما عرفش بس نشوف كده معنا صلى على رسول الله صلى على النبي الى اول صلى رسول الله وصلى على النبي ادي سيناء يا استاذ رجعت كاملة لنا صح? فيها خمس جامعات اربعة واحدة تحت الانشاء يعني هم اربعة اتنين خاص واتنين لم اخذه فروق للجامعات التانية صح ولا انا غلطان? او واحدة في العريش هلنا سويسرا تلتين عدد سكانها تمانية مليون ونصر هتقول لنت قردنا بسويسرا اخر انك بقى بسويسرا مساحة وسويسرا هورينا كيجرافية بتاعتها دلوقتي واتفكر ان سويسرا دي حاجة يعني انهارون تجري وبحارون هوريك مكانها في وسط بلاد يعني قيلو فيها عشر جامعات سويسرا وايه كمان? قادي سويسرا الاول لا بحر ولا حاجة شوية ممكن يكون فيها نهر ولا حاجة مش مش كافية بحايرات كويسة وفيها فلوس وبتاعتها سويسرا معلم محصورة ما بين النمسا وايطاليا وفرنسا والمانيا ماشى به؟ لما تجيب خارطة سينة هتلاقي سينة بين ايه؟ بين خليجين العقبة وخليج الايه؟ السويس ومن فوق طلع على البحر الايه؟ المتوسط طلع على رسول الله يعني مساحة بحرية يطلها يا عرضها ولا انا غلطان يا اساس؟ مش غلطان ارجع بقى للوحتين او ما ترجعش سويسرا الغالبانة دي اللي هي تلتين مساحة سينة كويس كده تلتين مساحة طيب احنا بنعمل ايه في سينة؟ عندنا مشروع رخام مشروع حجارة اسمانت للجيش وجبل الحلال وهنقم المدينة طرف ايه للاطفال حاجة كده يعني او والله في سينة طيب احنا نملك السيطرة على سينة اي دونو والله اللي اعرف لو كنت اعرف كنت قلتلك يا بيه والله طيب في سويسرا الغالبان اللي في سويسرا دخلهم في سنة تمانية وسبعين الف دولار سينة فيها اثار وفيها دهب وفيها اصدير وفيها نحاس وفيها خليجين وفيها شواطئ ممتدة منين؟ من عند اسماعيلية من عند برسعيد وهناك كده لحد فين؟ لحد رفع الايه؟ اه اه في فلسطين مش رفع المصرية رفع المصرية صح؟ غلابة بتوفى سويسرا عشر جامعات كلهم اتناشر جامعة اي سينة دي كل دي سينة اقولك دي سحرة ومال سويسرا يعني اللي مصحرة تفهم سويسرا يعني مش سحرة ما فيها كلها جبال مش مش كنا بس فيها بلا شطقان سويسرا بلا شطقان سويسرا دخل الفرض فيها تمانية وسبعين الف كتير برضا يا اخي مفتريين مش مشكلة احنا هنعمل سينة ونزبطها طيب نروح على بلجيكة اللي هي نص مساحة انتو بتعرضوا حاجات اه دي جامعات سويسرا دي الجامعات طيب كويس بس الشكلة يا غام زي بكون ملاقيها بس كويس يعني معاولة معاولة برضا مقارنتها بجامعة اه سينة بتاعت حسن اه حسن اسموا هاي؟ حسن راتب هتلاقيها بتاعت حسن راتب بتعملها ايشين بطريق